طيب احنا هنتكلم النهاردة عشان الناس تبقى عارفة برضو معانا السادة المشاهدين هنتكلم عن برات الاهلي والجونة الزمالك وسموحة الاهلي والزمالك البنك الاهلي وفيوتشر وفاركو امبي والمقابل العرب والمحلة مظبوط؟ تمام نبدأ ب الاهلي والجونة الاهلي والجونة طيب الشاشة فينا هنبصها هنعرض لك الحالات كلها حالا دلوقتي يلا يا جماعة نعرض الحالات من فلوكم معهم احنا معنا جلال مش كده جلال هو اللي هيبقى موجود معانا في تمام طيب احنا طبعا احنا جايبين الاول لقطة معانا النهاردة هي لقطة قريبة جدا يا كابتن كريم من لقطة ده طبعا احنا جاينا جايبين الاهلي والزمالك ده الاهلي والزمالك ده طبعا الهدف اللي احنا دخل في النادي الاهلي وطبعا ايه ده كار خاطئ من الشناوي يعني ان كرة صعبة مش بتاعته كرة ما تولتش وتحت رجل جزيري الحاجة بقى ده الاهلي والزمالك هستأذنك بقى يا جلال تستنى عشان نكلم على الكرة دي شو واحدة واحدة بص هاي دي بقى انت بيبقى فيه اوقات طبعا دي شوف شوف كار الشناوي هو خارج من المرمى يا كابتن كريم فيه سرعة مش طبعية فيه اداء حركي فيه استجابة زهنية فيه اداء حركي خطواته خطواته ضيئة جدا ياري بقى نعيدها بس براحة بس اول ما كرة تبدأ بص يا كابتن كريم كرة لما عليت شوف الاستجابة الزهنية بتاعت الشناوي خلونا نوعا بقى هنا يا جماعة امشي واحدة واحدة بقى بص خطوات الشناوي بص بدأ ايه اول ما دي بدأت بص خطوات الشناوي بص 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 السرعة بص واخد منين امشي كمان امشي كمان بص يديه فين بص جسمه فين واخد من فوق لو شناوي خبط في اربع لعيبة في خمس لعيبة كرة مش طوع من ايده طبعا ما واخد الخطوات دي ورافع بص رجل الشمال فين ديفنسه قدامه حاططها ببطن الراجل اللي ايه اللي ضغط عليه فدي كرة دي كرة بيبني انها سهلة بس انا شايفة كرة صعبة ممكن تقع من ايد حد تاني لو مش بالسرعة دي خطواته سريعة جدا جدا وبعدين جسمه عالي هيجي لقطة دلوقتي لعماد السيد لقطة الهدف هنتكلم على كام حاجة كده برضو زي ما نكلمنا على الشناوي هنتكلم على كام حاجة تاني كامل كامل يا جلال دي لقطة طبعا ايه بيبني ان هي سهلة لانها من شايفة مش سهلة دي طبعا لقطة مهمة جدا 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 الاهم بقى في دقيق هو طبعا تحطط سهلة في ايد الشناوي انما الشناوي كان برا المرمى وكان طالع عشان ياخدها لو كامل الشناوي كان عاملت مشكلة هنا الشناوي بدأ عشان كل انتقد الشناوي في الكل ارجع باش بتاعته فرجوعه ده مهم لا ارجع كمان يا جلال ارجع كمان ارجع شوية ارجع كمان هو بالعبها من هنا من اول ما تلعب ارجع كمان بس اوقف اوقفين بص هنا الشناوي برا الثامنة تاس بس قبل ما حرك تكمل انت حرك دلوقتي قلت انه الشناوي مش بتاعته فرجع ايه بس هو خلى المدافع يقول خلاص الشناوي هيبه لا المدافع ما يقولش الكلام ده بس هو تصور كده المدافع بص المدافع اللي ورا لعب الجونة تمام هو سابه راح وقف بقى هو الطبيعي انه نبقى في المكان ده اه ارجع كمان يا جلالين ارجع بس كمان ارجع بس ورا كمان intimate لا ورا ورا ارجع ورا كمان مش هتقدر ترجع ورا طب خلينا بس نقول هو الفل المكان هو الشناوي كان برا الثامنتاشون اكتر من كده كمان لما علشان اللي لما اطلعه طويلة هو اللى تبقى وراه ارجع ورا حتى مسح اظهر في الكادر ارجع ورا اقف اقف هو طبيعي يا كاپتن كريم خط الضارة في النادير الاهلي فين في نصف الملعة اللي احنا بيقوله دايما لازم يبقى برد 18 بحوالي 10-15 يارد ليه عشان الكرة لما تلعب طويلة كده يبقى هو قريب منها طب هو قريب منها وله ان الكرة مش بتاعته يكمل والرجل هيرقصه ويحطه جول لان راجل الشناوي يعمل فاول ويبقى فاها ايه بقى فاها طرد هنا الشناوي عمل يخد قرر انه لازم يرجع ورجع بسرعة جدا بظهره وعينه بدأ يرجع اهو بيرجع بوشه شوية عشان يبقى سريق عشان يرجع بسرعة خطوات مقصية بوشه هو بس عينه عكور عمل يرجع بظهره هو الراجل مكمل هو بيرجع تمركز كويس جدا جدا طبعا تحطط ضعيفة انما الاهم من ده انه هو ما يكملش مع الراجل كانت تبقى مشكلة وتمركز كويس جدا جدا تحطط طبعا ايه قريبا مش انه يتعامل معاه بشكل ايه على فكرة حالس الوقت اللي فاتت نازل انه رجوعه بخطوات وموجود في مكان كويس بظهره دي حاجة في منطقة الصغر طبعا طبعا احساسه بالمرمى مهم احساسه بالطمنتاشر دي بقى دي لقطة تانية بس ارجع بقى شوية جلال بعد اذنك ارجع بقى دي مختلفة شوية اقف 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 هنا 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 تشمت سبكلي مش شايف الشناوي هنا بقى الشناوي بيعمل ايه خرج وضايق عليه ايه ضايق عليه ايه المساحة ليه احنا المرمى بتاعنا عبارة عن مسلس رأس المسلسонец قاعدة المسلس خط المرمى كل لما بتطلع من المرمى ناحية الكورة بتوصل לرأس المسلس Anji الكورة لما توصل الري swe المسلس انت دايقت المرمى تماما انت بطلع اضلع من على القائم اليمين يروع على الكورة وضلع من على القائم الشمال بيرع على الكورة انت لما بتطلع تقرب بقى بس شناوي عمله لا تاربحة غطوات سريعة جدا وبعدين عمل النجمة خبطت في رجله بص قرب المسافة تماماً بص بقى المسافة حوالي تلاتة يارض وأمر رايح نازل خبطت في رجليه من تحت بس هو كان لازم ما ينفعش ينزل على الأرض بقى هو لازم يعني طالما قرب من المسلس قرب من راس المسلس اللي هي الكورة عمل النجمة خبطت في رجليه وتعامل معها بشكل كويس جداً يعني أهم من هو اللي الكورة جات في رجله إنه قرب المسافة بينه وبين الايه بينه وبين الكورة الحاجات دي الناس ممكن تعديلها عادي هو بيطلع بيطلع وشميس بيكلي هو لسه مستلامش هو لفه عمل ايه لفه بشهد لما في اللفه وهو بشهد كان لقرب إنه قرب أول من مين من شميس بيكلي بص نزل بريق اهو نزل اهو لو ما نزلش النازلة ديها كابتن كريم كانت الكورة عادت من اين من تحت رجل من تحت رجل دخلت في الجول هتلاقي الكورة خبطت في جسمه من تحت فمنع خطورته خلاص هلينفراد انفراد صريح واضح 100% الحاجات دي زيان بيقولك بتعدي عنازش كده يا جماعة الكلام ده في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية احنا في لقطات بتعدي علينا الحراس المرمى نتوقع إنها سهلة وعادية وإن المهاجم هو اللي سيء يعني أنا برضو انت عطول إيه شميس بيكلي حطاها كده ليه طيما هو اللي قفل عليه الزاوية هو لسه وشاط بس هو قرب 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 منه قوي هيل كمل 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 بقى دي لقطة لأهم دي طبعا دي أنا باعتبرها لقطة مهمة جدا جدا وصعبة جدا 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 ليه يا كابتن كريم هنا الراجل استلم بظهره ولف وشاط عماد السيد في واحد كمان ضغط على حسام حسن بص 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 نجيب ضغط عليه والمسافة قريبة وبعدين شاطت جمد على الأرض يعني هو لف وشاط على طول وجاي تحت على الأرض عشان جدا عماد السيد رح لها بإيده واحدة رح لها بكاف إيده واقفها وبعدين تعامل معها بإيديل اتنين إنما أنا شاف إن الكرة دي من الكرة الصعبة قوي لحرص المرض صعبة جدا 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 يعني أنا باعتبرها دي من أصعب الكرة نشفناها في الإسبوع ده بس أنا عازك تمشيها بقى طبيعية يا جلال يعني خلها طبيعية ومشيها طبيعي عشان شوف قد إيه الكرة دي صعبة كرة دي فعلي سريع جدا طبعا صعبة جدا برضو دي يقول لك حسام شاطة وحش لا مش شاطاش وحش عماد الصد حلو عماد صد حلوة جدا والكرة دي ممكن سهل جدا يعني دي لو داخلت المرمى لا يسأل عنها عماد السيد تماما إنما هو شال هدف بالنسبة مية في المية وكرة صعبة قوي كرة صعبة جدا يعني بص يا كبت لف وشاطة صعبة جدا ده توقيت رائع بص جاي في كاف في إيده بالكامل يعرف دي لو جاي في صوابه وتاخد صوابه وتخش إنما دوي عماد السيد بص كاف في إيده جاي لابسة في كاف في إيده كله ووقفها الأول ما كانت شيفة عروح لها بإيديل اتنين إيديل اتنين ما يلحقش أنا شيفني دي أفضل تصدي في الإسبوع ده كرة صعبة صعبة جدا يعني وقراس المرمى يفهموا الكرة دي يعرفوا قد إيه كرة دي صعبة بيدي برضو بأنا شافة إنه كرة من الكرة الصعبة برضو برضو تحط الكرة منعوبة على الأرض جوها الثمانتاشر الراجل حطها بطن رجله بس التانية بقى عماد وحش فيها كرة التانية عماد لازم فيه لازم أنا ماستسهلش خلاص الكرة نصدتها وقام برقايا فقام على مهل وامسكها ما شافش الراجل اللي جاي من الظهر كان ممكن عماد يعمل فيها ضرب الجزاء إنما الأولى صعبة طبعا يعمل ضرب الجزاء بدون أي لازمة نشوف هاي الكرة تاني متمركز بشكل كويس جدا يعنوا على الكرة الراجل حطها ببطن رجله تعامل معها كويس بس بص الأمة بقى في التانية بص بقى مش شاف الراجل اللي جاي من هنا رقم واحد وعشرين علي معلول بص بص خلاص ضمينها مية خلاص الكرة لا ما ينفعش الكلام ده أنا لازم أنا في النهاية أنا ما بلعبش أنا فيه اللعبة يمين وفيه اللعبة شمال لازم ما بيواخد بالي من الكلام ده يعني ما صدش الكرة الصعبة دي وأقوم بشكل بسرحان 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 كرة ياخدها من قدامي وممكن يعمل ضرب الجزاء صح برضو صعبة جدا لا بص بص يا كابتن كريم الكرة اللي بتحطى على الأرض وقريبة من رجلك بتبقى صعبة طبعا بتبقى صعبة جدا بتبقى عايزة فيه سرعة سرعة في التعاون مع الكرة بص خوبالك هتلاقي عماد عمل إيه طاير رجله الشمال في بعض الأوقات الكرة لما تبقى قريبة من جسمك قريبة من رجل يمين أو رجلك الشمال محتاج تطاير رجلك عشان تقدر تنزل لأنه إنت لو ما طايرتش رجلك هتنزل إزاي وبعض الأوقات بقى هقولك إنه طاير الرجل ده غلط لما تبقى الكرة متشاطة على الأرض بس إيه بس بعيد عنه شوية نشوف اللي بعد كده بص هنا بقى الكرة التانية تأخر فيها جدا جدا يعني تقريبا نحن معنا بعد كده الهدف الهدف الدخل أيها الهدف هنا طبعا فيه مشكلة كبيرة فيه كم مشكلة في الهدف ده إرجع بقى إرجع كده جلال طبعا الكرة ملعوبة تقريبا كده لا أوقف لا إرجع وراء شوية بس إرجع وراء شوية جلال من قبل معلم عموم يرفع الكرة تقريبا كده كرة قريبة جدا من عند الكورنر يعني المسافة كبيرة الكرة ترفعت عالية وخدت وقت يعني من أول وقته وقته ورام ربيع حطاه من عسين الستة يرضى بالزبط في نص المرمو عمادة سيد لما كرة ترفعت يا كابتن كريم ما تعاملتش معها غير بعد ما عدت أكتر من نص المسافة بدأ يخرج دي مشكلة لازم في اللحظة لكورة إرجع لا أحنا مش التصوير ده يا جلال لو فيه التصوير الأولاني الأولاني أول 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 تصوير لا مش ده هنا بقى طبعا عشان بس نحل كل حاجة الزوية الأولى يا جماعة أول زوية جيبنا بها الكورة أيو من هنا امشي 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 اقف كمان كمان بس بس كده اقف بص شوف الكورة فين يا كابتن كريم كورة بقت في نص المسافة وعمادة يا سيد لسه فين عند الخط لسه مكانه لسه في التمركز الأولاني بتاعه أنا بالنسبة لأنا تبص الكورة في المكان ده هنا هاو زي كنا علم عقول له راح رافع كورة منين من كورنر لا من الحتة دي آآ آآ فاهم بص طالما انت تحركت في مكان الكورة في المكان ده كده يبقى كنا علم عقول له رافع كورة منين من المكان ده انت لما جي تتحرك تاخد كوررك وهو بيلعب الكورة بصك اول ما كورة تطلع من الرجل علم عقول انا بحدد وبدأ اتعامل عشان تبقى دايما اصلا بعلعب ضد الزمن الزمن دلوقتي لما علم عقول له رفع كورة من هنا لحد ما توصل الزمن اكتر ولا معقول له يرفعها من مكان الكورة كده انا بيكلم بالمنطق اهو بص عماد سيد لسه مكانه بدأ يتحرك وكورة فين يا كابتن كريم عدت نص المسافة يعني تبقى ان علم عقول له رافع كورة من المكان ده كده بس على الارض طبعا يعني صح صح كمي بقى كورة هنا بقى كمان عمل ايه عماد اولا تحرك هو موطي اه تحرك هو موطي اتحرك وخطواته واسعة عشان كده ما وصلش للكورة وبدأ يرجع تاني ولما رجع يا كابتن كريم رجع فين رجع على الشمال قوي بص فتح الزاوية ازاي بص رجع فين رحل الشمال جدا جدا اه شب بقى كورة زي دي واحنا منتفرق تصورنا ان عماد السيد مش مسؤول عنها احنا بنقول احنا بنقول ايه كان المفروض يعمل واحد اتنين تلاتة اربعة عشان يسهلها لا بص بقى رامي بيحطها منين تقريبا كده من بره ستة بيرض بص عماد رجع فين بص لما رجع رجع فين الشمال خاطس رجع الشمال فتجون زاوية اليمين ايه مفتوحة كبيرة جدا صحيح طبعا نشوف اللي بعض طبعا اللاطة دي طبعا يعني يعني بص هتبان هنا اكتر بقى شوف عماد بعد ما هو رجع رجع فين بص كده يا كابتن كده بص كده بص في عماد فين بص وقف في تلت والتلتين فين فضيين طيب عماد السيد ومحمد شنواتي دي كل واحد كم من عشر في المبارة دي هو طبعا يعني في المبارة دي اختبارات للعماد او الشنو ما كانش اختبارات كثير يعني الشنو يا ممكن يعني في المبارة دي مجالش اختبارات كثير ياخد سبعة سبعة من عشر سبعة سبعة ونص عماد السيد طبعا فيهه كرة طلحة صعبة جدا جدا ياخد علىها درجة كبيرة بس برضو الهدف في المجمد تدلو كام؟ عماد تدلو ستة ونص ميش عشان الهدف طبعاً الهدف يعني فيه جزء جبيرك اللازة تعال ما أحسن منك